يا مرحبا واليوم الجمعة 26 نيسان إبريل 24 ودائما أخبارنا من الأقل حظ ولغاية الأكثر حظا وبداية معك اليوم عزيزي مولود الجوزاء هديننا حالك شوي هديننا أمورك شوي ما في داعي للعصبية ما في داعي للتوتر لأنه هلأ أمامك يومين تقريبا يومين ونص يعني فيني قل لك أنه في يوم شوية مماطلة في يوم شوية تأخرات في يوم شوية عرقلة فجنب نفسك العصبية بالنقاشات وحاول تتجنب المتاعب أد ما بتقدر عزيزي مولود العذراء اليوم من الأيام اللي ممكن تواجه في بعض المسؤوليات أو ربما بعض القصص بحالتك العائلية أو بوضعك المنزلية يمكن نقاشات مالية تكون يمكن أنت عم تفكر بتغيير معين عم تفكر بسفر مثلا أو عم بتفكر بإجراءات معينة اتفاقات جديدة تغيير انتقال هذا كله اليوم بيكون مصدر شوي لأخذ عطا بينك وبين الآخرين أو مصدر ربما للضغوط والمتاعب شوي رعي أمورك العائلية مولود العذراء اليوم وحاول أنه إذا كان فيه نقاشات متعلقة بالمال بينك وبين العائلة حاول تعملها تسويات مرضية عزيزي مولود الحوت اليوم مسؤولياتك كثيرة وأعمالك وإنجازاتك وأدائك تحت الضوء كيف بدك تحاول اليوم مولود الحوت أنه تضبط أمورك وتكون جاهزيتك عالية للمسؤوليات اللي عم تتحملها كونك أنت مقبل على الجديد ممكن يكون جديد بالعمل ممكن يكون بالموقع ممكن بخطتك المستقبلية بس اليوم يعني بدك تحاول تراعي أنه قد تواجه ببعض الانتقادات أو يمكن يظهر خطأ ما للعلن تلام علي فحاول اليوم أنه تكون أكثر مرونة بتقبل أي ظرف طارق ممكن يصير وممكن يعمل لك هيك شوي بينك وبين الناس اللي بتتعاون معهم بشكل يومي أو بتتعامل معهم شوي هيك نوع من الحسسي عزيزي مولود الجدي رغم أنه في حالة من الهدوء والفتور والبرود والجمود إجمالا اليوم هيك متضايق مولود الجديد ممكن ما عندك أسباب كتير قوية أو مبررات حقيقية بس هو مجرد تراجع بالمزاج بدك تحاول تتغلب عليه بدك تحاول تعزز قوتك الداخلية أنت مقبل هلأ على شهر رائع بيحمل لك إنجازات وبيحمل لك تغييرات كتير حلوة بس اليوم الأمر عم يعاكسك الحقيقة وعم يخلي مزاجك منحرف شوي أو ربما غير منضبط فما تتعامل مع الآخرين اليوم بمزاجية وحاول أنه تتجاهل أي شيء عم تسمعه لا تاخده على محمل الجد حتى لو كانت أخبار مزعجة شوي عزيزي مولود السرطان مشغول جدا مولود السرطان وأنا أكتر من مرة قلت لك أنه هاي الفترة بالنسبة لك فترة عمل وفترة تركيز على العمل وتركيز على المال أيضا هدول الناحيتين كتير مهتم في يوم مولود السرطان بهذا الوقت هلأ الأمور العملية يمكن أكتر شيء مسيطرة في عندك مهام في عندك مسئوليات الحقيقة بدك ترتبها وتنظمها وتحاول أنه ما يعني ما تستهلك الوقت بأمور جانبية أو بأمور ثانوية حاول تعدل المزاج شوي وتضاعف جهودك لتقدر تحصل على الإنجازات المطلوبة عزيزي مولود العقرب مصاريف بانتظارك يعني الحقيقة فيه مصاريف حاضرة بهذا الوقت هلأ أنت شخص بتقدر تتحكم بوضعك المالي مانك مصرف يعني أنت من الأشخاص يلي ممكن تجيه النوبات من الصرف وبيرجعوا رد بيعملوا توازن بأمورهم المالية فاليوم بظن فيه موجة صرف عندك فحاول أنه يعني ما تتعدى فيها حدود الميزانية عزيزي مولود الثور وأخيراً انتقلت لأجواء أكثر راحة وأكثر لطف معك وأكثر إيجابية أيضاً يعني بتفيك هلأ تعمل هيك إصلاحات فيك تصويب مسارات إذا عندك هيك أمور ناقصة تمامة إذا وقت استدركها كل وقت تدارك يعني وقت لأمور تأخرت لأمور أهملتها ما قدرت تعملها بالأيام السابقة اليوم أنا شايفة فيه حواليك دعم كتير كبير وشايفة أنه ممكن كتير اليوم تتلقى مساعدات أو تتبادل المصالح بينك وبين الآخرين فيه نقاشات مالية وفيه ترتيبات جديدة عزيزي مولود الميزان يوم جيد لألك يوم فيه تواصل وفيه شؤون عائلية عم بيتم الاتفاق عليها هلأ ممكن فيه قرارات عم تاخدها بهذه الفترة وإنت بيصدد أنك تاخدها سواء كان قرارات بشركات جديدة بارتباطات جديدة أو ربما تخلي بس هذا الأمر يمكن عم يناقش عائلياً بهذه الفترة يعني شؤون كتيرة يمكن باتجاه قرار معين المهم أنه مولود الميزان اليوم لأمور بالنسبة لك جيدة بس خفف من حدة اللهجة يعني اليوم محاول مثل عدتك تكون معتدل وتكون هيك دارس لكل الاحتمالات الممكنة يوم فيه حركة وفيه تنقلات وفيه إنجاز لبعض المصالح عزيزي مولود أدلوا علاقات ممكن صداقات داعمة لألك اتصالات مكسفة اليوم والبعض منهم يمكن يكون على سفر أو عم يرتب لسفر أو أقل لأنه عم بيتعطى مع أماكن بعيدة فأما عم بيستقبل حدا من سفر هو مسافر فيه قصص متعلقة بهذا الموضوع أو ممكن أمور مالية عم تشغله ولكن بعيدة عنه يعني مثل عم بيحضر له أو عم بيرتب له عموما اليوم فيه حواليك أشخاص جاهزين إنه يساعدوك فيه ممكن نقاشات الدور بينك وبين الأصدقاء ممكن علاقات جديدة بحياتك عم تحاول تقوية وحتفيدك بمسيرتك القادمة عزيزي مولود الحمل أول الموليد الأكثر حظا أن معنا لليوم الأمور داعمة جدا لألك مولود الحمل هلأ وقت التنفيذ هلأ وقت التغيير يعني آن أوانو الحقيقة إذا بدك تباشر بجديد إذا بدك تعمل بدايات جديدة الكواكب داعمة كلها لألك يعني عندك هلأ فترة كتير قوية مولود الحمل سواء كانت عاطفيا سواء كانت ماديا أو إذا أمور العلاقة بسفر مثلا عم بترتب له ممكن أي موضوع متعلق بسفر بشغلك بهذا الوقت عزيزي مولود الأساد يوم من الأيام الحلوة اللي فيها أعمال جيدة يمكنه فيها إنجازات حلوة وعلى فكرة فيه إنجازات عندك إبداعية بهذا الوقت باختلاف شو اختصاصك مولود الأساد ولكن كلكن بهي الأيام ممكن يكون عنكن نوع من التمييز أو نوع من القدرة على إبراز المزايا والتسويق للمهارات والترويج لشي معين أنتم بتمتلكوه بهذا الوقت ويحوز أكيد الإعجاب يوم من الأيام الحلوة حتى على الصعيد العاطفي عزيزي مولود القوس وأخيرا بوصول الأمر لبرجاك ورح يعود عندك هلأ يومين تقريبا وشوي فهي فترة جيدة جدا للانطلاق للتغيير لإجراء بعض التعديلات لا هيك شوي يمكن تتصرف في بعض التفاصيل بطريقة أكتر راحة تتجاوز بعض التفاصيل اللي كانت شوي معرقلة لإلك يعني أنا بشوف اليوم عندك جاذبية كتير قوية خيارات عاطفية مفتوحة أمامك أمور السفر إذا كنت ناوي عليها أيضا تحسون بأمور المال كل الأمور بالنسبة لك مولود القوس بهذا اليوم ممكن تكون جيدة حتى على مستوى الأعمال